موسيقى 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 مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام وإما كنتوا إياها وإياه مرحبا فيكم في حلقة يديدة من برنامجكم اليومي برنامج الرأي يعني دائما برنامج الرأي عودكم أن يطرح المواضيع ويناقش مشاكلكم وقضاياكم سواء في جانب التعليمي ولا الصحي ولا الاجتماعي ولا غيرها من المواضيع اللي تطرح نفسه بنفسه سواء تطرحونها في وسائل الهلام الاجتماعي ولا حتى في الصحف المحلية طبعا اليوم الجو بارد لكن جون العام أو المزاج العام عندنا في البحرين دافي لأن في حركة شد وجدبه هذا أمر طبيعي جدا مع تواجد وسائل التواصل الاجتماعي الاستجرام والتويتر والفيسبوك وغيرها من المواقع الالكترونية اللي ممكن يصير فيها نقاش ومواضيع تطرح نفسه بنفسه وهاشتاقات وغيرها عموما يعني مثل دي الأوضاع الاقتصادية اللي يتمر فيها البحرين يتمر فيها كل دول العالم وإحنا في البحرين لكي نتأثر حال غيرنا من الدول سواء نزل النفط أو الارتفع سعره مثل ما نشوف هذه الأيام اللي قاعد يصير الشدوى الجذب فيه مواضيع كثيرة لكن الأهم استغلال بعض التجار وهذه موضوع اليوم اللي باتتتخلم فيه في بداية فقرة الرأي استغلال بعض بين قوسين بعض التجار الجشعين لمرحلة التغيرات اللي قاعدة تصير انتوا ليش تغيرون في الأسعار وليش ترفعون الأسعار يلك واحد يسألهم يقولهم انت رفعتوا السعر اليوم في هذه البضاعة ولا هذه السلعة ولا 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 يتحد يجون بأشياء وايد ومن بينها ارتفاع سعر البترول صح يمكن بعض السلع تتأثر وتتأثر وترتبط بالبترول وترتفع بالتالي مع ارتفاع سعر البترول لكن بعضها ما لشغل ولا يدش لا في موضوع الضريب ولا في رفع أو أسعار سعر البترول مثلا اخذوا عندكم مثلا الحلاق يعني انت يا الحلاق تروح تحلق عنده لحيتك شعرك بخمسة دينار تتفاجأ لما تدفع يقول لك دينارين ليش دينارين يقول لك والله كل شيء يرتفع النفط ارتفع يا خينة المقاس عندك مصنوع من بترول الفوطة اللي تحطها من الديزل مصنوعة انت اش دخلك في ارتفاع سعر النفط اروحك موضوع ثاني السنم انتو يا السنم بعديتا وبعد رفعتوا سعر البترول اروح السنم تذاكم على السنم اش دخلكم اش دخلكم في ارتفاع سعر البترول ما لداعي ما لداعي محل ما البنشر رايح انت بتنفق تاير سيارتك فاش عليك شوي ما واعت اللي يقول لك بص دينار ولا بدينار الهواء هوا مكينة تولد هوا اشدقلها هذي بعد في ارتفاع سعار البترول وايد قيسوا على دي شيء وايد ربات البيوت العوائل هم اللي روحون يشترون وشوفون الأسعار قاعدة ترتفع الخضر أو غيرها ويقول لك ليش لأن البترول مرتفع ترى ما فيه أي ارتباط ما بين بعض السلع بعضها ما بين ارتفاع سعار البترول طبعا إذا فينا داء بنوجهه بنوجهه إلى إدارة حماية المستهلك هذي دوركم وهذي يومكم وهذي الوقت اللي أنتوا لازم تقومون فيه دوركم نتمنى أن في دي الأيام يتشددون الرقابة على المطاعم والبردات والمحلات التجارية بمختلف أنواعها الكل قاعد زيدة سعارة أنتوا اليوم إذا ما تحركتوا ما بتحركون ترى ندري أن لكم جهود وندري أن تحاولون قد ما تقدرون وتحركون بيدكم وبريلكم مثل ما يقولون بكل طاقاتكم لكن بعد هذي وقتكم أنتوا الناس قاعدت تشتكين من ارتفاع سعار السلع بشكل مفاجئ طبعا هذه السلع اللي تكلمنا عنها مو مرتبطة لا بيعادة توجيه دعم ولا مرتبطة بأسعار بترول هذه يحتاج وقفة منكم أنتوا لشان ما أحد يستغل هذه الأجواء الحالية وزيدة الشيلة على الناس حماية المستهلك اليوم يومكم هذه وقتكم تواصلوا مع الناس زيدة وحملات التفتيش روحوا في الفرجان روحوا في البردات روحوا في المحلات روحوا في كل مكان في المدن في القرى تشوفوا شنون قاعدة سعار ترتفع لا تقولون لا عددنا قليل إذا عددكم قليل هذا وقتكم تطلبون في وظفين زيادة وناس زيادة أحموا الناس هذه دوركم وهذه واجبكم وهذه الأهمية اللي انتوا ضعتوا عليها وانحطيتوا في المسؤولية عليها زيادة التوعية زيدوا التوعية حق الناس لا تقولون بس إحنا بنفتش بعد زيدوا التوعية زيدوا حملات التوعية طرق علامية وسائل أي شيء اليوم سهولة أنت توصل حق الناس توصل حق الواحد في بيت عندك التلفزيون بيخدمك الإذاعة بتخدمك وسائل التواصل بتخدمك كل المواقع الإلكترونية استفيد منها زيدوا الرقابة زيدوا حملات التفتيش على المحلات حاسبوا حاسبوا من قاعد يرفع السعر من غير مبرر وحطوا قوانين شديدة عشان يكون عبرة عبرة حق أي واحد غيره يحاول يزيد السعر حتى أنا قم تتغلفت السعر صار الزعر عموماً لا تتركوا مجال حق أي متلاعب مصلحة الناس أهم مصلحة الناس أهي مصلحة الوطن ومصلحة الوطن أهي مصلحة الناس اليوم دوركم وهذه وقتكم وإذا في وقت نجبكم بيصعد أكيد هذا الوقت نجبكم فيه بيصعد دعنا نشوف معكم أنا وين حلقتنا الليلة في حلقتنا الليلة من ناقش برنامج عمل الحكومة وإنجازات الإسكان وسائل التواصل وتأثيرها على الرأي العام المسح الصحي الوطني أهدافه وأسبابه موسيقى 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 مسيقى عليكم من يدينا مشاهدين الكرام في سعيه المستمر لتوفير السكن الملائم للمواطنين حققت البحرين من خلال وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة تطور ملحوظ في إدارة الملف الإسكاني بما يتناسب مع طبيعة التحديات المعاصرة الذي تواجه هذا الملف الاجتماعي الهام خلال هذه الأيام أكيد طبعا يا بسام والمتابع لمسيرة وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة سيلاحظوا يشوف أن حكومة مملكة البحرين بدأت بالفعل في التحول التدريجي في نهج تزويد المواطن من ذوي الدخل المحدود بالخدمات الإسكانية من خلال الانتقال من مرحلة تقديم خدمات تقليدية ومباشرة تتمثل في بناء المشاريع الإسكانية وتوزيعها أو تقديم تمويلات لأغراض البناء أو الشراء أو الترميم وهالمرة صار في أيضا دفع وتشجيع للقطاع الخاص للمشاركة في تقديم خدمات السكن الاجتماعي من خلال برامج ومبادرات تم دراستها بعناية وبدأت فعلا تحقق نتائج حلوة تثبت نجاح التوجه الحكومي اليديد ولطبعا المزيد حول إنجازات مشاريع وزارة الإسكان معانا في الاستيديو ضيفتنا طبعا الأستاذة فاطمة إبراهيم المناعي مستشارة سعالة وزير الإسكان للشؤون القانونية مساعدت شاء الله بالخير اختفاط ساعدين بتواجدت معانا وإن شاء الله اليوم طبعا من خلال كلامنا وإلقائنا نحاول نسلط على إنجازات وزارة الإسكان وكيف أنها ممكن تدعم المواطن مساعدت شاء الله بالخير طبعا اختفاط ما ولمرة الثانية معانا في البرنامج راح فيك بالطابع نحن اليوم قاعد نتكلم عن جهود كبيرة حقيقة تبون فيها وزارة الإسكان وما يخفى على أحد أن نحن قاعد نشهد هالأيام طفرة في الملف الإسكاني وما نتكلم عن وحدات سكنية في أماكن متفرغة نتكلم حتى عن مدن ولذلك من الواجب أن نحن نبين هذه الجهود ولو تحدثينا أكثر عن بالتفصيل كذلك عن الخدمات اللي يقدمها وزارة الإسكان للمواطنين مثل ما قلت في البداية أن الإسكاني شهد طفرة حاليا خصوصا بعد تدشن المشروع الإصلاحي حق جلالة الملك من عام 2000-2001 كل قطاعات شهدت طفرة وكان القطاع الإسكاني أبرز القطاعات اللي شهدت هذه الطفرة الإسكان بدأ في البحرين من ستينات القرن الماضي وكان فيه أكثر من خدمة ووجهت للمواطن عشان كل مواطن يقدر يختار الخدمة اللي تتناسب مع ظروفه عندنا في وزارة الإسكان نقدم خدمات نعتبرها خدمات أساسية وفي خدمات ثانية نعتبرها كخدمات ثانوية في عندنا خدمة تمليك مسكن اللي هو تمليك وحدة سكنية سواء كان بيت أو كان شقة عندنا خدمة القسائم السكنية اللي تم توزيعها على المواطنين عندنا خدمات التمويل اللي في منها تمويل شراء وتمويل البناء وفي عندنا خدمة تمويل الترميم اللي هي تعتبر خدمة ثانوية ممكن يستفيد منها المواطن للمرة الثانية بعد حصوله على خدمة الأساسية وعندنا خدمة الشقق المؤقتة بعد تعتبر كخدمة ثانوية والخدمة اليديدة التي استحدثناها من أربع سنين تقريبا هي خدمة السكن الاجتماعي مزايا خدمة تتميز أنها تتماشى مع العصر الحالي وأنها خدمة سريعة وفورية وما تحتاج أن تنتظر على القوة خل المقاوم ننتظر صحيح يعني جزات حلوة صدفاتنا قاعدين نشهدها معكم من خلال خدمات التي تقدمونها للمواطن لكن نحن حين بنتحول إلى نوع آخر من الخدمات وخل نقول دعم اللي ممكن يحصل عليه المواطن لتوفير طبعا السكن الملائم له واللي يتناسب ويما تنقول إمكانيات المادية طبعا الحكومة دائما حريصة أنها يتوجه الدعم المستمر للمواطن الدعم يبتدي من يتقدم المواطن بطلب خدمة اسكانية مثل ما أنتو عارفين أنه في دعم عبارة عن علاوات بدل سكن تعطى للمواطن بعد ما يتقدم بالخدمة الاسكانية وينتظر إذا انتظر خمس سنين على قوة من انتظر نبتدي بصرف علاوات السكن عشان تساعدها على استئجار المسكن المناسب لحين ما يحصل على خدمته وعندنا الطلبات النسائية لها مكرمة خاصة نهاية استلم علاوات السكن من أول يوم ينقبل فيه طلب الخدمة الاسكانية وممكن في فترة الانتظار إذا كان المواطن يحب أنه يستفيد من الشقاق المؤقتة الموجودة في وزارة الاسكان نظرا لأي ظروف معايشية يواجهها ممكن أنه يستفيد من هذه الخدمة بعد وهي يعتبر كنوع من الدعم للمواطن خلال الفترة التي يكون موجود فيها على قوة من انتظار النوع الثاني من الدعم الذي يتقدم الوزارة بتوجيهات طبعا من الحكومة أن المنتج نفسه الذي يقدم منه الوزارة كخدمة يكون مدعوم أكثر من 60% إلى 70% كدعم للمنتج نفسه على سبيل المثال عندنا خدمة الوحدات السكنية الوحدة السكنية لا يتم احتساب الكلفة الحقيقية أو الكلفة الفعلية للوحدة السكنية على المواطن فالكلفة الحقيقية مثلا كلفة الأرض، كلفة الصرف الصحي، كلفة الكهرباء، كلفة البنية التحتية الأولية هؤلاء كلها لا يحتسب على المواطن كلفة الحكومة طبعا اللي يحتسب على المواطن هو تقريبا 35% من قيمة الوحدة الأساسية وبعد في دعم آخر في حال كان المواطن من ذوي الدخل المحدود اللي ما يقدر أصلا يدفع بعد القسط الشهري فنحد القسط الشهري أنه ما يتجاوز 25% من دخل المواطن فأحيانا يزيد الدعم عن 60% ممكن يوصل حتى إلى 90% بالشكل اللي يعني ما يأثر طبعا على حياته اليومية وحياته المعيشية بالتأكيد لكن هل يعني يتوقف الدعم الحكومي من بعد حصول المواطن على الخدمة السكنية؟ لا طبعا الحكومة التموقفة مع المواطن اللي يعقب ما يحصلوا حدث السكنية ولحيب ما يتملكها طبعا في الفترة اللي هو يدفع الأقصاط بعد في نوع ثاني من الدعم بس هذا يكون دعم خاص لحالات خاصة عندنا الحالات اللي ممكن تطلب تأجيل وتخفيض في حال المواطن صادت ظروف خاصة صادت ظروف صحية فقد عمله ممكن نصيد ظروف طارئة ممكن هو يلجأ للوزارة يطلب فيها تخفيض أو تأجيل دفع الأقصاط لحين ما أنه يسترد عمله أو تنتهي حوالة الظروف اللي هو فيها بعدين يرجع يساعد اللقصات اللي عليه يكون هناك مرونة في التعامل مع طلبة أكيد طبعا غير الشذي لا سمح الله إذا توفره بالأسرة الدولة تعفي الأرملة والقستار من باقي المبلغ سيدة فاطمة طبعا أرجع كرة المرة الثانية الكلام اللي قلت لك في البداية أن هذه الخدمات والدعم اللي تقدمونه حلو بس نحن نتعمق أكثر في موضوع الدعم من خلال طبعا السنوات السابقة والمشاريع اللي قاعدين نتسونها نحن نعرف وياتش الميزانيات اللي تم تخصيصها من قبل طبعا الحكومة لتقديم هذا الدعم للمواطنين والمشاريع اللي ممكن حتى في مستقبلية اللي ممكن فعلا تخدم المواطن طبعا مثل ما أنتو عارفين صار في توجيه ملكي بتنفيذ أربعين ألف وحدة سكانية هذه التوجيه ما يعبثي مدعوم بعد من القيادة مدعوم بميزانيات ومدعوم بأراضي عشان يساعدنا نحن نسرع في تنفيذ المشاريع الحكومة رصدت حق وزارة الإسكان ميزانية من 2011 ل2017 ما يقل عن تسعمائة مليون دينار فقط لتنفيذ هذه المشاريع بالإضافة إلى توفير الأراضي لدعم هذه المشاريع والسرع وتيرة العمل فيها حاليا شغالين على ست مدن موزعة لمحافظات البحرين عندنا مدينة خليفة، عندنا مدينة الشمالية، عندنا مدينة شارك سترة، مدينة شارك الحد وعندنا ضاحية الرملي وعندنا مشروع مع القطاع الخاص اللي هو ديار العيون في ديار المحرق بالإضافة للمجمعات السكانية اللي نبنيها اللي موزعة بعد على تقريبا كل المدن في البحرين من مدن وقرى خلال الفترة اللي طافت بنينة أكثر من أربعين مشروع موزعة على البحرين كلها نعم، يعني في النهاية لابد من أن نشكر وزارة الإسكان، نشكر منظفينها ومنتسبيها على رأسهم طبعا سعادة الوزير على الجهود اللي أنت وقاعدين تبذلونها مثل ما قلنا يعني نشهد طفرة هذه الأيام ونحن يعني مستعدين طبعا لإنشاء هذه المدن اللي تنظام طبعا لمدن البحرين ولمحافظات البحرين كنت معانا، الأستاذة فاطمة إبراهيم المناعي، مستشارة سعادة وزير الإسكان للشؤون القانونية شكرا على حضورك جمعنا شكرا لك نرجع ونقول أن جهود وزارة الإسكان تواصل تنفيذ جميع ما ورد في برنامج عام الحكومة وهي بالطبع مستمرة بفضل الدعم اللي محدود من لدن القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة وتتوقع الوزارة أن يكون عام 2018 هو عام الحصاد لجميع المبادرات والخطط والمشاريع اللي تقوم بها الوزارة فاصل وراجعين اتبعوا بعد الفاصل وسائل التواصل وتأثيرها على الرأي العام حياكم الله من جديد الأول وللحين كان عندنا ميالس في الفريج ونعرف هالميلس يزورونا ناس وايد يعني من هنيء وهنيء وكان في ميالس تجار وميالس حرفيين وميالس دين وميالس علم وغيرها من الميالس ومهما صار بيكون زوار الميالس أو مهما صار يعني زوار الميالس هذين لا بيزيدون عن المئة شخص لكن الحين الميالس تغيرت وصاروا روادها تدونيش كثر بالألاف تقول لي فواز انت تبالغ لا بقول لكم ترى يمكن ثلاثين ألف بعد لا أربعين ألف إذا اللي بيقول لي بس بالغ بس طبعا ميالسنا الحقيقية اللي أتكلم عنها ميالس في العالم الافتراضي في الانستجرام لسنابشات لتويتر وكل أنواع السوشال ميديا وصار الفلوورز هم زوار هذه الميالس بس يبقى السؤال من أكثر تأثير اليوم على صناعة أو صياغة الرأي العام هل أصحاب الميالس الحقيقية ولا الميالس الافتراضية طبعا هذه السؤال راح نناقشه مع ضيوفنا الكرام في الستيديو الناشط خلي نقول في وسائل التواصل ناشط وتسوي يعني تعبدي قنافل في السوشال ميديا تثير أنت مشاكل وائد مشاكل إيجابية الحمد لله الله يذكر إبراهيم التميمية مرحبا فيك الله يحافظك وإبراهيم سعيدا جدا بوجودك معنا بعد غيبة طويلة الله يحافظك اللي حم بارد استوديو اللي حم بارد وبيتم بارد لا 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 نعوذ بالله تصيف ربيح خليف ما عندنا نصيف فصل واحد الحمد لله طبعا أيضا الناشط الاجتماعي اللي دائما مبتسم اللي تسرمات فارقة لو شنو صار رحمة العيسي رحمة العيسي رحمة العيسي رحمة العيسي رحمة العيسي سعيدا جدا بوجودكم اليوم الله يمرك وانا يا سعد الله يسلم لكم مشكورين على الاستلافة واجب علينا وستوناستين للستيديو بارد حق بسديري أوي جاهد بالمستيري كنت عاضي لأسرك بفار وقت حق البارد لا لا فيدك كاكتر فيدك حلو حلو النقاش مع اللي موجودين في السوشيال ميديا ترى حلو بس نحن دائما نتناقش معهم من وراء الكيبورد مثل ما يقولون على من خلف الشاشات على الكيبورد نسولف معهم لكن نبقى السؤال يطرحنا قبل شوي من الأكثر تأثير اليوم على صناعات القرار أو صياغة الرأي العام هل أصحاب الميالس الحقيقية ولا أنتوا اليوم اللقات مثلونا السوشيال ميديا لا أحضر موتركي شلون مع احترامي وتقديري يعني حق أصحاب الميالس قلت ليش ما سألت السؤال الثاني إن كتاب الرأي شون دورهم كتاب الرأي والأعمدة في الصحافة والأعمدة والصحافة قارن ذلينا الجماعة مع كل احترام والتقدير اللي يكتب خمسمائة كلمة في الصحافة كل يوم خمسمائة كلمة عنده في مقارنة بواحد صاحب جروب واتساب ولا واحد عنده أكاونت توتر بيكتب مئتين وثمانين حر مئتين وثمانين حر من فيهم يقدر يأثر على الرأي العام أكثر والله يمكن هو تغييرات يا إبراهيم أبو تركي الجليد أنت تأكل عليها اليوم الغد لا هذا صدقت فيها لكن حياتك كلها في التلفون هذا صدقت فيها الثمانينات كنا الجرائد موجودة في كل بيت وكل واحد يقرأ اليوم أصحاب الميال صاروا يستضيفون كتاب الرأي فبالتالي أنت كتاب الرأي تأثيرهم قل وائد عن قبل أنا هاي نظر يعني هاي اللي أتوفه حاليا تأثيرهم على الرأي العام يا مع احترامي وتقديري كثير منهم يماشون الناس عندما انتكلم عن تأثير المتاعم قلت ناشط في السوشيال ميديو أنا محبه أمانة ليش؟ لا أقول لك ليش أبو عيسى الموجة لياتك نظر الناشط يسوي يرفعها شوية لكن المؤثر يسوي لك موجة يديدة يحبك لقصة من هذا الموجة اللي آية يمكن يسوي موجة عكسية يمكن يسوي زوبعة هذه الفرق نحن في البحرية نستويات التفكير ليس بوحدة يا أبو عم يعني أنت ممكن تسوي منها زوبعة ممكن تسوي منها قصة غيرك لا يرفعها يفتفع وياها يفتفع وياها أبو عيسى أبو عيسى يعني شوف الموجة ذائتي هو يعتمد على المتلاقي كإنفلوانسر أو نقول كمؤثر هناك ناس تبالغ في ردة تفعلهم على الموجة فتشوفها وياها الموجة وليس يسوي شيء اللهم قاعد يزيدها نعم وفي ناس يردون بشكل عكسي تعرف اللي يصنع منها قرار حق الناس قاعد يلقي حلول يمكن الحلول ليس متواجدة مثلا من جهات قاعد توصل يطلع براية مجرد راية يطرح راية يطرح راية ومو بالإلزام أن تطبيق هالراية لا لا أكيد هو في النهاية واحد من أفراد المجتمع من أفراد المجتمع ممكن مسموع ولكن مما يخذب فيه بو الظهب فمن ذلك تعرف الناس التغبل الخاصة من المؤثر يقول لك أنا أسمع منه وقاعد يمثلني قاعد يمثلني أنا حالي من حالي بس قاعد يطلع اللهم الله راضق بهالناس اللي قاعد يتجبون بو الظهب بو الظهب مواد الميلس ايه وهاد النعمة أنا مختلف في ناس نشطة يدور على زيارة عدد الفولوورس ايه هاي بلوة فلما يسمع تحلطم زيّد التحلطم ايه يسمع الإيجابية زيّد الإيجابية أنا أهم شيء ألقالي زيادة عدد لكن أنا في تصنيفي المؤثر هو اللي يترك راي اللي يصنع عثر اللي يسوي تغيير اللي يمكن يكون رايه مختلف عن الآخرين لكن متقبل بس رايه صغير ترند أنا باقل كلامكم أنا باقل كلامكم نعمنتوا في البداية تكلمتوا عن كتاب الرأي وكتاب الأعمال صفحات الجرائد وقارنتوا ما بين السوشال ميديا والجرائد صحيح دعنا نقل كلام على الجرائد حل الجرائد نفس اليوم في مواضيع تطرح في بلد القراءة اللي هي مع الناس نعم وفي كتاب رأي وعمدة اللي يبينون رأيهم والذي يصنعون لك مثل ما أنت وضحت يصنع لك من هذه الموجة قصة وزوبعة وفي منهم اللي يمشي مع الموجة ففي النهاية العملية واحدة موجودة هنا وموجودة هنا كم عليهم أنتوا ليش مصرون إيجابيين؟ مصرون إيجابيين؟ لا إيجابيين والله إيجابيين أنت يمكن أن تصير إيجابي بابتسامتك المعهودة إيجابي لكن بعد المواضيع التي تطرحها محمد تطرح سلبيات لكن أنت تقضي عليها بالابتسام بالضبط هذه البحرين اللي ترى اللي ناقصة اليوم بحكم الظروف اللي قاعدت مر فيها الدير الشعب البحرين يصار شعب نكتة نفس الشعب المصري منزل الظروف على الشعوب يصار شعب صاحب نكتة ليس خطر لما تحول قضاياك إلى نكتة أحياناً ترى حال من الحلول لكي تخافش تستطيع أن تفكر صح في الحال إذا كنت توقف بسترس و تنشل لا تصل إلى حال كأنك تلمح على اللي يمك لا، لا يقدر بسترس كأنك تلمح على اللي يمك لا، لا يقدر بسترس اللي يمك تتكلم جد يمكن أن هناك نقيض اليوم أنت يمكن أن تتحول تتكلم تحول الأزوبعة تتحول الأزوبعة بابتسامة اللي يمك لا أقول لك أبتسامة 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 يجب أن تتكلم قطعاً يعني أعني أن أرى عمرك يمكنني أن أصبح لدي مشكلة هناك شخصيتي يعني إذا كان أحد من يوم كنت صغير إذا بيبي ينصحني وصبح لهويه أفعل ذلك أفعل ذلك أنا لا أتنبه فمن يوم الذي لدي مثلاً حال حق المشكلة ليس حل أو أن أعطي شيء بسيط مثلاً فمن شيء أنا أعطي لا أرى بسيط صح أبتسامة 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 الإيجابية الخيالية هي صداجة لا يحدث الواقعية لا تحني سلبية لكن لا ترفع معنوياتها لا تدور على الجانب الممتلئ من الكاس يا أبراهيم دور لي شيء أنا لا تدور على الجانب الغير مبعد وغير ممتلئ أنا ربطل لك فيديوهاتك مشامل بالعلاف يا إبراهيم دائماً أعيب لك فكرة يريد أعطيب أفكار أعطيب أفكار لكن فقط أقول تروني من أجل أن تقولي إبراهيم ماتي بحل ليس بحل ليس بحل ليس لدي أنا أصبح لك الواقع أنا أقول لك هذه النقطة و هذه النقطة و هناك فاجوة هنا ليس لدي هذه الفاجوة أنا دوري أرشدك عن الخلل وين يحدث أو على الأقل أأثر في موضوع الخلل لكن كوني تقول أن أنا أتعلم أن أكتبار عن الفيديو لا أمتخبت نعم رياضة رياضة وغيرها لكن أنت سألت عن الإيجابية قولي في 2017 كنا نزول هنا ونبعيس الصبح كم هاشتاك إيجابي صار ترند في البحرين مو هذه المشكلة مو هذه الميالس الافتراضية اللي نقول عدد روادها ثلاثين واربعين صار بس وراك أحمرنا وعيدنا حمد غيرها ترى غيرها صارت نظرة يعني مأساوية للمجتمع ترى هذا التويتر موجود بس حق المشاكل حق الفرح وين حق الحكم وين حق توصيل الخبر الصح بالضب قول توصيل الخبر في 1500 طريقة موجودة قول بس أنت تبي ترفع من مناويات الناس للتويتر للأسف صار لا كلها مشاكل التوتر الدور عادد اللي عنده ضقت يرتفع بالضبط من التويتر وأي شيء يصج وأي شيء يتحدث يعني تبي مشكلة بس اتقل هاشتاك اسم المشكلة وتطلع عليك على طول وإذا لم يوجد مشكلة أخلق مشكلة مليون ألف واحد بردت لك هل هو شيء أفلان؟ توتر شاولوا مننا حرف اليو صار توتر اسمه توتر هو توتر هل هو هلون ترقل ترقل الله يستر إن شاء الله ما تحتشوا عليه إن شاء الله هو العظيم تخاف دعنا نراجع نواصل حديث معكم ولكن نرى هذه التقرير ونراجع نواصل عن وسائل التواصل الاجتماعية وخلق الرأي العام موسيقى للأمانة كل جمع عجبني هالنوع من التقريدات إحنا نتكلم وإحنا ننتقد وإحنا نقول كلها على أساس أننا نبي تغيير نبي تطور في هالديرة لا يكثر كل القصد عندما ننتكلم وننتقد نبي عجلة التنمية والتطوير يصبح أسرع من اللي هي عليه لكن أما تطلع لها بتقريدات وبهالطريقة لو البلونا نمنعيون الديرة هاي مشكلة في الأول والأخير الكلام يأثر ترى يعني لو أنا ما عمرية البحرين وأقرح هالكلام من عيالها هنقول والله حساني ميت هاي شايف فيها الديرة عيني ورازي كلما التفغيين نبي تطوير يكون أسرع من جديد لكن بهالنوع من الفكير إذا كنا متطورين تاون 20% بنرجع ماينس 20% للأسرع فاليوم إحنا اللي علينا كشباب هنكون جزء من هالتغيير يا جماعة شاب البحرين ينضرب في المثل ترى فاهم دارس واعي فالتغيير يصر بشتى الطرق ابناء البناء لنجلها سايبة وبابا مشرح هذه إذا نعيالين نقول عنا نجل أنا نجعلنا حق الغريب خلي ولائنا حق هذه التراب حق هذه الأرض اشتركوا في القناة اقرب من الخليجين يوين البحرين سياحة ما لدينا؟ لا نحن نفعل ذلك لا نحل لنا المشكلة إذا أنا أولاد الدائرة أنا أتحدث ذلك أنا بلال مطور أنا بلال ما أطلع لكن في النهاية أنت إنسان تتأثر بعض العوامل و تتكلم ما فيها شيئ هذه وجهة نظري اليوم باجرة وجهة نظري تغيرت على عين وراسي بس في أنا بالنسبة لي غريّة على دائرتي إذا أنا بيبتكلم أتكلم عن بحريني يدري أن الدائرة مثلاً عندنا مشاكل نحن مشاكلنا الدخلية لكن أنا أطلع عشان العالم كل يتشوف ما هي البحرينيين يقولون أن هذه البحرينيين عيال دائراتنا؟ هذه عيالها الدائرة لماذا لا تقول هذه وجهة الديمقراطية؟ دعا أرجعك إبراهيم إبراهيم أنت تتحلطم هل أنت لا لديك غير على دائرتك؟ لا أتحلطم أتحلطم لا أعاد أن أنا مثلا اللي قال له ببعيسة من حاجة أقول لك شيء حين أنا لو تاجر لا يوجد دائرة لا يوجد دائرة سوفر البحرين أضع هاش تاج أرى أخر ترندات اللي في البحرين أقول لهذا دوابع الديرة ماذا؟ إذا أنا كلها بهذه الطريقة عساني لم أستثمرت لم أستثمرت حسناً أنا أتحلطم على مثلاً على سلوك اجتماعي معين طبع على بطولة راحة هو يروح يروح يرجع على ذلك الكلام أتحلطم على ذلك أتحلطم على ذلك 23 بطولة يا أبو 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 أجداد نبال إيه بس شوف تحلطم على أن تحلطم يختلف أنا يعني ما بقى أزكي نفسي لكن تحلطم غير لما أنا أتحلطم أنتقدك فنياً هذه تحلطم فني حلو بالأكس هذه تحلطم إيجابي بالضبط أنا أعطيك نواقصك الفنية أنا أقول لك رد علي فنياً أسرح لا تقول لي أنت سلبي لا لا أنا حني لما أنتقدك فنياً إذن أنا واقعي معك أنا قاعدة قيمك في فرق هذه هي النقطة لكن المشكلة محمد وإبراهيم يعني يطلعون لنا ناس ينتقدون في أمور رواية ما علي من حقيقة تنتقد اليوم نحن نعيش في مشروع ديمقراطي وفي مجتمع ديمقراطي وعندنا كل الأدوات الديمقراطية بيدنا ونقدر ننتقد لكن هالما أقول أنا أفهم في الصحة أنا أفهم في التعليم أنا أفهم في الأمور الاجتماعية أنا أفهم في كل شيء معقولة يطلع لي محمد اليوم يتكلم عن التعليم باتر يتكلم عن الصحة باتر عقباتر عقباتر عن الأسكان مستحة ما هي مجموعة إنسان؟ ما هي مجموعة إنسان؟ أنت طفت مجموعة إنسان؟ لا، ما هي المجموعة إنسان؟ هو التخصص حلو أنت تخرج إذا تخرج مشاكل مشاكل اجتماعية التي تقوم باستدارة في الشارع تجد حلول بسيطة نفس ما قال أخوه إبراهيم على عيني وراسي لكن أنت تخرج تفهم في الصحة أنا أفهم أخوه أخوه تفهم في كل غطاء ما يصير صعبة لا، أنا أقول لك ليش بعيس ما يصير صعبة شوية؟ هذه حرية راي هو حرية؟ دايداً الشعوب التي تعيش في الديمقراطية هو الأحباط لماذا؟ لماذا الأحباط؟ لأن هناك حرية راي والذين لديهم حرية راي يرفعون التوقعات فوق يرفعون التوقعات فوق الإنجاز لا يكون غالباً كبر التوقعات بتركية وهو طبيعي الإنجاز الفجوة كلها هي أحباط ومهو التوقعات غير طبيعية لكن الإنجاز طبيعي الإنجاز طبيعي يعني ساعاتها واحد من النواب صديقي يقول لك لماذا الناس إعلانين مني؟ قلت لك يا أخوي برنامج عملك كان عبارة عن تسوي جبل أنت لم تسوي الجبل رأيته في الدفنة الأول نلعب كرة نسوي الجبل نضع الكرة تسوي الجبل ما البلانتي هذا السهل على يام الدفنات مدام إبراهيم يتكلم أن أرى التقرير مال إذا التقرير مال إبراهيم التميمي جاهز دعنا نرى تقرير إبراهيم ونرجع مرة ثانية ونواصل حديث ما ترى هم يتحلطمون أو ما يتحلطمون نرى التقرير يعني ليست مسألة لوم على أحد لكن إحنا خلنا نصف الوضع الحين الناس كلها يحط اللوم على النواب يلومون النواب على كل الأوضاع أنا ما دافع عن النواب ولا لوم الناخبين لكن في حلقة مفقودة يعني إحنا في 2014 أنا كنت قريب من العملية الانتخابية في منطقتي على الأقل فكنت أسمع مسج مكرر في الدائرة اللي إحنا فيها وفي مسج مكرر في الدوار أخرى نفس المسج هذي أن إحنا ما نبي نواب تشريع ما نبي نواب قوانين نبي نواب خدمات شون أنا ما أعرف يابون نواب خدمات فكثير من المرشحين في ذاك الوقت كان برنامج عملهم عبارة عن بسوي لكم لف وبسوي لكم صعد بسوي لكم مرتفع بسوي لكم رصيف كثير منهم قدموا هذي النوع من البرامج العمل والناخبين قبلوا بها يعني أنا أعرف ما بعرف بسكت أحسن أكمل كثير من النواب الحاليين ركزة وأن الـ KPI والتورجت ماله اللي حقق satisfaction ورضى عند الناس هو أن أنا أسوي مستشفى ومدرسة في دارتي هذه المساج اللي كان متداول في 2014 نبي نواب خدمات هذه الكرام اللي كانوا يقولون ما أقول الكلم المعظم من الناس مع العلم أنا كانت لي كلمة في مقر المراشة أحمد سند البن علي كنت قلت فيها موجودة في اليوتيوب قلت فيها يا جماعة الخير زيادة عدد المدارس لا تعني زيادة عدد المبدعين مبشر زيادة عدد المستشفيات لا تعني زيادة عدد الأصحاء منطقة الصحة يختلف عن الصحة العلاجية منطقة التعليم يختلف عن الإبداع في فرق لذلك اليوم أنا أستغرب أنه أقول الناس وائد حطة على النواب أنا مدافع عن النواب مدافع بس أقول يعني خلنا نكون واقعية مع أنفسنا هذه المسيج كان متداول فيما بيننا نعم نعم نواب خدمات أعتقد الذي شافه في إسناب إبراهيم والذي شافه اليوم معنا يقول يا إبراهيم أنت تتحلطم على النواب وهي من حقهم الناس انتخبوهم وراحوا وهذه حياة ديمقراطية عادة تمارسي كانت تتحلطم على النائب الذي أنا انتخبته أنت تتحلطم اليوم تتحلطم على النائب أنا دايما نعرف النواب هذا اللي يصنع هذا اللي يصنع تأثير هذا التأثير أنت اليوم عكس تتحلط أنت لم تتذكروا عام 2014 ما كان هناك موكرا من التداول ما بين أعظم الناخبين نبي نواب خدمات الكثير من الناس قالوا نبي نائب بيوتسكان نبي نائب بمستشفيات نبي نائب بمدارس مثل الساعة يشبه حاجاته ورغباته نحن كناخبين قلنا أنا واحد من الناس اللي كنت أسمع ذي الكلام موجود ويمكن حتى قلته وأنا ما أدري مع أنه كانت لي كلمة مثل ما قلتها في الإسلام أنه جماعة ترى كثرة عدد المستشفيات لا تعني كثرة عدد الأصحاء كثرة عدد المدارس لا تعني كثرة عدد المبدعين فقال قاعد أحاول أقول شغلة مهمة أن النائب لما بختاره دوره يضع تشريع للتأمين الصحي يضع تشريع للأبداع يضع تشريع رفت علي شون يرفع الرينكينج مال البحرين مستوى البحرين في الإبداع ما يرتفع بعدد المتعلمين بس بعدد المبدعين بس أنت يا إبراهيم يعني بعدد المخترعين اليوم التجربة البرلمانية في البحرين نقول توها وليدة أي طيب صح ولا لا أنا ما بحث بالتجربة السابقة أنا أقول عن اليوم جيل اليوم نحن نتكلم عن الجيل الحالي الجيل الحالي يحتاج عشرين ثلاثين ممكن عيالنا عيالنا هو اللي يستفيدون من البرلمان لأنه خلاص بيكون فيه ثقافة ووعي شنو دور البرلمان مو بدورة مثل ما قلت لف زيادة من ولا صاعدة ايه ولا صاعدة ايه ولا صرف رفيع احنا ممكن مو محتاجين نواب حاليا بكثر ما احنا محتاجين إلى مصلحين في المجتمع المصلحين ذلين مو بشرط ان يتعدلهم بالوعظ والإرشاد اللي احنا نسوي حاليا المصلح دوره قل المصلح يكون ترى على فكرة إمام مسيد بس مو يكون نائبه يعني مو بإمام مسيد ونائب شلو مصلح انا هاي وضح لي مؤثر يعني انا غيرتك الكلمة مو هذي رجع نمرها مو انا بارجع ذلك لأ يعني هو دكتور في الجامعة لكن يعلم انه في خطأ في التشريع او فجوة في التشريع تسبب قلة في الابداع عند الطلبة في الجامعة صح يرشد إلى هذه الفجوة يحط يده على الخلال يحط يده على الجرح يحط يده على الجرح بس مو هو يصير نائب فهم علي نحن مشكلاتنا أنا أطق في بعيسة هو أنا أبعي أطقها 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 السندي هاي أبدأ أوله ماذا أعرف؟ نحن لا نعلم بهذه نحن ذلك الناس الملهمين الذين يلهمون المجتمع أن ترى أنت بهل اتجاه أمش وعندك قضايا كثيرة بأبو تركي صح أنا لا أحاول الحلقة على النواب على طول بما أنت طرحت فيها لكن هل المصلحين اليوم هم النشاطاء في السوشيال ميديا محمد؟ هناك جزء عود منهم للأمانة يعني إذا نحن نأخذ الغرار وها من ناحية التحفيز مثلا الناس المؤثرين في التواصل الاجتماعي إذا أنا اليوم قال أبين في عين الناس أن أنا زين بينعكس على المتابعين عندي نكون واقعيين اليوم المؤثر بدون المتابعين ما يسوي شيء فضلت؟ أنت طالع أنت شون صرت مؤثر من غير فول ورد؟ هذين يعني يعتبرون هلك ناسك هاي هم فضل عود من عقب رب العالم فإذا يعني التحفيز أنا كمؤثر في وصائل التواصل الاجتماعي بصبه عندهم بوازع عليهم بيوصل فإذا يعني كثرة التحفيز أو كثرة الطاقة اللي جابيلي أنا بتوصل لهم بتخليني جذور المشكلة الشين وعشان ننقلها حل أبراي بعيسة هاي أنا بس بأقل البصران المذيع أنت حين شام سنة في الإنستجرام وفي الإسناع؟ يمكن أربعة سنين؟ لا أقل 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 وصلت أربعين ألف؟ في الـ لا 34 إستجرام 34 هلك وناسك والناس اللي يبعمونك والفولويرس أنا سؤالي يعني هو زين برنامج راي بعد يعني حين نستقبل ناس من السوشيال ميديا لا أنتو في البال أنتو في البال من أول موسم حق راي أنا سؤالي مني المؤسسات اليوم في الدولة اللي احتوات السوشيال ميديا؟ ماهو احتوات السوشيال ميديا؟ ترى هذه يعني مصطلح فضفاضمة المجيب لا 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 مصطلح فضفاضمة ماهو طريقة الاشتوار؟ العام صار فيه ملتقى إقليمي من أكبر الملتقيات في المنطقة حق المؤثرين في السوشيال ميديا واحدة من المؤسسات في الدولة رشح الثلاثة بحرينيين أكثر واحد فيهم عنده خمسمائة فلوار خمسمائة فلوار الثانية اللبنية حسابها برايفت الثالثة أمها وخاراتها يعلقونها على حسابها تحلطمت عليهم في السوشيال ميديا؟ طبعاً شو ما تحلطمت عليهم؟ أنا بأوليك تحلطمت عليهم؟ من شهرين في مؤسسة ثونية طرشت واحد يمثل البحرين في السوشيال ميديا وهو يركب الطيارة تصل فيني تلفون إبراهيم قلت لنا عم أخي قال لي هو اسمه سناب شات ولا تشات سناب يروح يمثل على أساس أنه يعرض عنوصاء للتواصل الاجتماعي وهو ما عنده لواتساب يقول لي لتويتر قلت له مو تويتر اسمه تويتر لتويتر قلت له لا يبقى فأنت لما ما تحتويهم ما الاحتواء لو أقول لك عنه بها الطريقة تحتوي الناس هذه الجماعة يمثل البحرين في ذلك المكان أنت مو عندك إفنت اليوم عود على مستوى السوشيال ميديا أنا أقول لك أول ترند اللي ماشي وتركي السوشيال ميديا وصلت مرحلة كبيرة جداً أنت تعرفت بين روسيا وبريطانيا صايرة حرب على السوشيال ميديا بشكل مطبيعي في حساب أنشؤوا جماعات روسية قام يتكلم عن دور بريطانيا وصلت دولة القياصرة الروسية قبل سنة 1930 بريطانيا صار عندهم تربولانس ما ننسوي؟ نبين نسكة إيها إسلاح إسلاح في الأخير سكوه سكوه بلوغو نحن مستغلين التويتر أو مستغلين مواقع التواصل بس ضحك وتنازل وتحلط هذه المشكلة أنا أرجع لكم بس أشوف تقرير بعد مع مشاهدين وأرجع لكم نشوف تقرير أي مجتمع في الدنيا لابد يكون فيه مصلحين المجتمع ما يستمر من غير ما يكون فيه ناس تصلح من الداخل المصلح غالباً وأبداً يكون عنده تنبؤ بالمستقبل فالمصلح اللي ينشر مسج أن نحن محتاجين إلى نواب خدمات مو بمحتاجين إلى نواب تشريع لابد أن تكون عندها رؤية للمستقبل أن نحن في حاجة فعلاً للخدمات فهمت عليك؟ المصلح الاجتماعي قد يكون إعلامي قد يكون مدرس قد يكون إمام مسياد بس ما يكون نائب وهو يصخن الأرضية حق النائب أو ينور الناخب كمجتمع لازم 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 يكون عندنا ناس تنويريين مصلحين هذول الناس اللي عندهم نفوذ في طبقات المجتمع ينفذ من الطبقة الفقيرة كلامه مقبول عند الفقرة والمتوسطين والأغنية مو بس كلامه مقبول من فئة ضد فئة مو مقبول من طائفة ضد طائفة ليش؟ لأنه هذي وطن واحد وطن يجمعنا كلنا وطن مثل المركب إذا غرق غرقنا كلنا ما في أنا بقطة كنت بحر وأنا بقعد مكانك ما فيه كلنا مع بعض في الهوى سوا لأن الناس لهم ميزة عندهم وعي عندهم على الأقر رؤية للمستقبل جدام أربع خمس سنوات بسيطة بسيطة إنه والله إحنا حاجاتنا كلنا كمجاميع معظم الحاجات تصب في ذي المجال في ذي الاتجاه لذلك إحنا اختياراتنا لابد أن نركز عليها ما هذا؟ نحتاج نركز على الخدمات أو خدمات دور الحكومة يا جماعة أفضل أفضل هو كلام حلو حقيقي كلام حلو لكن نعود إلى التحلط أنا بشيء إيجابي ما هي الإيجابية التي أنا شفتها من مواقع التواصل إيجابي أنتوا بروحكم وقلتوا أدوش على توتر أكوال تلبي وطلبي وطلبي أنتوا دوركم كمي؟ نحتفتنا عندما حدثت لتوتر لا 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 واشتوقت على توتر؟ نحن يحتفل على سنابشت هناك ميزة مثلنا إنّ اللي يبّي تهوى شويوك، ويبوي. ما يستيقوي عليك، لا يستيقوي عليك. الإستقرام لا، يعني يستيقوي جداً. هذه بعد ترى، لو عندي وقت في البرنامج، أقول لك ترى أصحاب الحساب أو تصير هواش تحت في الكومنتار. أين ما لدوره هو في الموضوع؟ هذه بس محور ثاني، ما في وقت له. أنا بس عن الإيجابية. اليوم، وين إيجابيتكم أنتو كسوشيل ميديا؟ أنتو تمثلون اليوم قطاع كبير، ألاف، مئات الألاف. وين إيجابيتكم في المواضيع اللي في البلد اليوم؟ أعطيك إيها ببساطة. أي، أعطني إيها ببساطة. الإيجابية تحتاج معلومات، السلبية تحتاج غموظ. إذا المؤثر اليوم ترك في قضية معينة، ترك في مرحلة غموظ، ما يعرف شنو، يتحضم. لماذا لا يتعامل مع عملة الصحفي الصحفي؟ هو يبحث عن المعلومة، هو المعلومة يبحث عنه؟ أنا هو مبوظيفته. مبوظيفته، هو حضروحه في دي المكان؟ ولا أنت سويت لشي تحفيزي واعتبرت مصدر، ولا أنت إبتت في تلفزيون وحطت لبرنامج. القنوات اللبنانية بتركي حط أخبار السوشيال ميديا. أبروحهم. أنت موافق محمد على كلام إبراهيم؟ أكيد، لأننا لنياد. لنياد أن نغير الرأي، نوصل الفكرة. اسمعون رأي عام. بالضبط، صادرني كيس على السريع وإدارة حماية المستحلك. وكلمني أمس الأستاذ تنازل جابري، هو مدير الرأي دارك، بالضبط. على زيادة الأسعار، على مشروبات الطاقة ومشروبات الغازية وكذا وكذا. أكثر المتابعين كانوا يجبون أن يصوروا ما هي البضاعة التي سنة تنتاجها من قبل الغرار تاريخها تنتاجها، كانت نباع بسعر لديد. فكان هناك غموظ، لم ينظر بالضبط يشرح تفصيل المميل عن دي الصالب، إنها يصلكم مهينة. صح. أهلا وطول، كلمتنا عن كل سنتر مالهم. يا جماعة ترى شيء ذي شيء ذي شيء. بالضبط، أنا صورت سناب. نحن أنت بحث على المعلومة. بالضبط، لكن لأن ذي الشيء تعرف البحرينيين، نحن لم نتعودين عليه. نحن نعرفين حقوقنا من الأشياء التي تضرنا. أكثر الناس أنه تشاهد عليهم، بعيزة حاصلة ترى ممنوع تصور. فهند غصدي، البوينت اللي نحن قاعدين. هدوا الموضوع. بضبط، أي. ويويدوا ترى حاصل لنفسك. نحن نحن نحصل معلومة. نحن نبتعد عن الأشياء المغايداتنا لكي نفيد الكلب. أنا دوري اليوم لكي أكون مؤثر بالطريقة الإيجابية. لأن اليوم أنا عندي سلاح. هذه سلاح التلفون. أنا أختار. صح. أكون سلبي أو أكون إيجابي. هذا النقطة. ما دوركم اليوم في أسعار البنزين؟ إبراهيم. غموض نفس ما غالباً. لماذا غموض؟ هذه أسعار عالمية ترتفع وتنزل. لا. أجل أين دوركم الإيجابة؟ أرى إبراهيم سكت؟ أين تحلطم؟ أرى السكت؟ نحن طبعاً في القرار. لا نستطيع أن نرفض أو نتحلطم على الموضوع. لا أقول. أوضح للناس. هذه ليست في البحرين. لكن في كل الدول لا يرتفع السعر. إنه يرتفع السعر؟ لا. لكن لحظة لحباً. أنت تتكلم الآن عن صناعة ترند. صناعة ترند ليس بهذا. هذه ليس صناعة ترند. هذه. هذه اللي تقول لي أنت حين بتركي. أنت تقوم بها قصة صح؟ نعم. أنت نحن هذه مرحلة. لماذا لم تقوم بها قصة؟ هذه سؤالي أنا. لحظة. نحن نقول الجهة. نحن نقول الجهة. الجهة تحتاج معلومة لكي تصنع منها. بالضبط. الدراما تصبح من غير معلومة. لا أبداً. من غير قصة. من غير أصل. من غير أصل. أحين أنت تريد تغيير حياتي. البحريني يجب أن تغيير حياتي. صح أو لا؟ أسلوب معيشة تغيير. بدون أن تضع لك ثلاجتين في البيت. تضع لك ثلاجة واحدة. بدون أن تشتري ماشلة وايد. هذه ممكن يحدث. ممكن أن هذه الإيجابية تحدث. لكن تحتاج معلومة. وفر للمعلومة. ناقضة على جذور المشكلة. أيها. بالضبط. هي غابة المعلومة. يمكن هذه موجهة نظركم. أنتم صنع قرار في السوشيال ميديا. وفي غيركم بعد وايد. أنا أريد أن أطول معكم. أريد أن أصرف معكم. وخاصة هذا الموضع حلو. لأنها ميالسنا الحقيقية اليوم. وهذا البحرية. مع أننا لا زالت ميالسنا محتفظين في فرجاننا وفي مدننا وفي قرآننا. ميالسنا عامرة بالناس الفاهمة. مثل ما هناك ناس فاهمه وشباب فاهمه اليوم في السوشيال ميديا. إبراهيم التميمي. أعطيك ألف صحة وعافية على وجودك معنا اليوم. والحديث معك كان شيق. محمد عيسي صاحب الابتسابة. أعطيك العافية. ألف شكر لكم. بسعبتك بروحة تتولي. لا أقصر حبيبي. شكر لكم. الأمانة أنا أول مرة أطلع لي في اليوم إبراهيم قذيته. بسجب أطلع لي. الله يعيني. الله يستر. فشكر لكم وحك كل من يتابعني وعلى رأسي. يعطيك بالعافية. المسح الصحي الوطني. بعد قليل سترون هذه الفقرة مع الزمالة بسام. وارجي يخلكم مع رأي. التابعون بعد الفاصل المسح الصحي الوطني. أهدافه وأسبابه. حياكم الله من يديكم مشاهدينا. هالأيوم وزارة الصحي عندهم خوش مشروع شقالين فيه. بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وهو مشروع المسح الصحي الوطني لسنة 2018. هالمشروع المهم سيساهم فيه تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة. كون يسهم فيه تعزيز نظم المعلومات الصحية وتحديد الأولويات. بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات مشتركة بين الجهتين. ضمن استراتيجية تحسين وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في القطاع العام. هالمشروع طبعا يا بسام هالمثل ما قلنا مشروع وطني. ورح يتم فيه إجراء مسح على عينة قدرها 4000 أسرة من كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الأربع. التوزيع رح يكون بالشكل الآتي. 2500 أسرة بحرينية. 1200 أسرة غير بحرينية. وبعد على 300 أسرة جماعية. وبتم جمع البيانات كاملة من خلال فريق ميداني. يشمل 32 باحث ميداني و6 رؤساء لفرق العمل. على أن تظهر هذه النتائج خلال فترة ما تزيد عن الخمس شهور. لكن خلونا نتعرف أكثر وبشكل تفصيلي على هالمشروع الوطني الرائد. وأهدافه وأسبابه وأبرز نتائجه. والأهم طبعا التوصيات المرجوة منه من خلال ضيوفنا في الاستوديو الدكتورة وفاء الشربتي. استشاري الصحة العامة بوزارة الصحة. بساك الله بالخير دكتورة. بساك الله بالنور. ومعنا طبعا الأستاذ عبد الرحيم العباسي رئيس المسح الميداني للمسح الصحي الوطني. بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وساك الله بالخير. وساك الله بالخير. حياتكم الله معنا. الله يحييك الله يسلامك. طبعا دكتورة البداية بتكون معاك. نحن نتكلم عن مشروع لأهداف. وله نتائج إن شاء الله تكون نتائج جميلة. وإن شاء الله تنصب في نفس الأهداف طبعا اللي وضعت من أجل هذا المشروع. لكن في البداية نبي تكلمونا عن هذه المشروع. ما هي ته؟ ما هو المسح الميداني؟ طبعا المسح الصحي الوطني هو عبارة عن مشروع وطني. عبارة عن دراسة سيتم إجراءها على أربع تلاف أسرى مثل ما تفضلتي في المقدمة. الهدف منها تقييم الوضع الصحي في مملكة البحرين. نبي معلومات زيادة عن الوضع الصحي في مملكة البحرين. عن أهم الأمراض اللي يعانون منها السكان. عن الإنفاق على الجانب الصحي. عن مدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة. عن كثير من الأمور إن شاء الله اللي بنتطرق إليها خلال لقائنا بإذن الله. فهو الهدف الرئيسي مننا هو جمع هذه المعلومات. حلو أنزي الدكتورة الأربع تلاف هل تعتقدين أنه هو عدد فعلا كافي؟ على أساس أن أنا أقدر أطبق نتائج هذا المسح الميداني وأقول أنه لا بالفعل أنا ممكن من خلالها الأربع تلاف يعني أحقق النتائج اللي أنا قاعدة أتوقعها واللي مثل ما تفضلت قلتها قبل شوي. طبعا هو حجم العينة يتم قياسها أو يتم حسبتها بطريقة معينة حسابية. والأخوة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قاموا بحساب هذه العينة بناء على معطيات معينة. لو نقارن وضعنا في البحرين بدول أخرى مثل سلطانة عمان. سوت المسح طبعا مع فارق التعداد السكاني كان حجم العينة خمس تلاف. فإحنا بالنسبة لنا أربعة تلاف عدد كافي وأكثر من كافي. عموما يعني أي مسح يصير هو يصير على يعني إذا كان ذو هدف يعني ومتخصص يكون على عينات من الناس. بوجه لك السؤال سلع الراحيم يعني أنتوا حين يعني جاهزين لهذا المشروع. ولا شك أنه فيه آلية آلية عمل راح تقومون فيها. وفيه فترة زمنية. عرفنا على هذه الآلية وعرفنا كذلك على الفترة الزمنية. طبعا المسح الوطني الصحي في مملكة البحرين قام على أساس المسح الصحي العالمي. طبعا المسح الصحي العالمي اعتمد من المنظمات الصحية العالمية. طبعا بدل المشروع في 2002 شاركت فيه حوالي 70 دولة من ضمنها دول مجلس التعاون. طبعا جميع الآليات المستخدمة في هذه متبعة بحسب معايير منظمة الصحية العالمية. اللي يتبع في المسح الصحي العالمي. هو ملزم للبحرين؟ طبعا لأنه يعتمد عليه كثير من المؤشرات. مضمتها مؤشرات الهداف التنمية المستدامة. لذلك المستدامة لأنه يغير من المؤشر البحرين العالمي. حلو دكتورة يعني لو نبينتكلم بشكل تفصيلي أكثر عن الأهداف اللي تتوقعونها من جراء تحقيق هذه المشروع. طبعا هو الهدف الرئيسي جمع بيانات عن الحالة الصحية في ملكة البحرين. من خلال هذه البيانات اللي بنجمعها بيكون عندنا قاعدة معلومات في وزارة الصحة وحق مملكة البحرين بصورة عامة. على أساس هذه القاعدة وعلى أساس هذه البيانات نقدر نخطط من المستقبل. نقدر نضع خطط استراتيجية. هذه الخطط الاستراتيجية تشمل الموازنة اللي يجب أن نحطها حق وزارة الصحة تشمل موارد البشرية. أنا أحتاج كم طبيب أحتاج أبني كم مستشفى بناء على هذه المعطيات اللي بناخذها من المزح. أيضا بنحدد الأولويات يعني مثلا لو لقيتنا أن المرض الفلاني أكثر شيوعا من المرض الفلاني. فإذن نحط موازنة نحط مستشفيات نوفر أطباء متخصصين في هذا المرض. فإذن هو بيساعدنا في تحديد أولويات في وضع خطط استراتيجية. أحين المملكة البحرين على يعني خلل نقول على عتبة تغيير كبيرة في النظام الصحي الموجود. مع نظام التأمين مع نظام الخسخصة لبعض الأمور. فإذن بنحتاج هذا المسح لتوفير رؤية أفضل للمستقبل. يعني معنى أنه هذا المشروع يعطيني نظرة استشراقية مستقبلية حق واقع الصحة في البحرين. بالضبط. وبالطبع يعني أستاذ أبراحيم يعني لو بنتكلم أكثر عن زيارات الميدونية التي راح يقومون فيها الفريق. يعني تكلمنا أكثر عن الفريق وكم عدد هذا الفريق. ويعني وفي شغلة ثانية بعد وائد مهمة أنا أذكر يعني في مسوحات سابقة. يعني كنا صغار كانوا يوننا مثلا مع المسح التعداد السكاني ويدشون علينا البيت ويقعدون معانا ويعدون ويحسبون. فنبي نطمن المواطني يعني شلون يعني الفريق راح يزور البيوت وشلون يعني راح يشوف المواطن الموظف ويثق فيه بأن هذا الموظف هو من المسح الميداني. بالضبط طبعا المسح يحتوي على 32 باحث ميداني وهم في الأساس ممنظم معتمدين من وزارة الصحة. كلهم بيوا خبرة وكفاءة نزين وعندهم مجال طويل في الزيارات الميدانية حق الأسر. طبعا أعلىهم فوقهم خمس مشرفين خمس مشرفين بحيث أن يتابعون أعمالهم الميدانية. طبعا عمالهم الميدانية في لها إجراءات بتكون أولها بيكون هناك اتصال مباشر من المركز الاتصال للأسر عشان تأخذ من عند الموعد نزين واتثبت الموعد بحيث أن يكون مقبول من رب الأسرة. نعم فيه بلغ مسبق يعني؟ بضضط. نعم بضضط. وبعدها مباشرة بيوصل حق رب الأسرة مسج على تيلفونة بعد أنه بتثبيت الموعد بذات الاختيار اللي اختار رب الأسرة. طبعا بعدها طبعا بيزوره الباحث قبل أن يدش معه البيت بيأخذ بعد موافقته. نعم. موافقته بحيث أنه يكون مقبول بالنسبة له بيدش معه وبيملي استمارتين. استماره طبعا مع رب الأسرة نعم بالمستوى المعيش وكل شيء وبعدين فيه استمارة استمارة الفردية طبعا بعد يكون باختيار واحد من الأسرة بحيث أنه يغطي جميع معايير الاستمارة الفردية وبعدها بيكون فيه هناك فحوصات نعم يأخذها بعد الباحث أثناء هذه الزيارة طبعا أثناء هذه الزيارة بيأخذ فيه حوصات مثل فحص النظر نعم طول الوزن الضغط. هذه نفس العيودة المتنقلة يعني. بذلك بذلك. يعني شيء يرتاح منها. بالعبس هي خدمة زينة يعني. بذلك. خدمة زينة وطبعا مع كل الأشياء والإجراءات التي ذكرها السيد عبد الرحيم. معنات أنه قبل أن يدخل هذا الباحث البيت أكون أنا متأكدة أمية بمية أنه فعلا من قبل وزارة الصحة أو من هذه الناس التي تعمل في المشروع. وفيه طمأنينة وما فيه خوف من أن أنا أدخل أي شخص بيتي وأكون متخوفة من هذه الشيء. طبعا هناك فيه تطمينات للمواطن. غير اللي ذكرناها بك؟ غير اللي ذكرناها بك. طبعا مثل ما ذكرت هناك فيه مركز اتصال. طبعا أقدر أقولكم شيء حصري بالنسب لكم. يا ريت، نحن نستمسع الأخبار الحصرية. تم تعيين رقم خاص لمركز الاتصال اللي هو 1-7-3-7-7-7-3-1. نكر الرقم حق مشاهدينا. 1-7-3-7-7-7-7-3. طبعا الرقم هو اللي بيتصل. ليس بالمواطن رح يتصل. طبعا هذه من رقمه بيحصل من هو المواطن بعد يقدر يتصل. عنده استفسار عنده سؤال. يقدر من اليوم يتصل؟ لا طبعا يتفاعل معه. مع انطلاق المشروع. مع انطلاق المشروع. مع انطلاق المشروع. لأن كذلك يكون هناك من التساؤلات. صحيح. في استفسار يريد يستفسر عن ما هي المسح، تطمينات وكل شيء. طبعا هذه واحد من الأشياء التطمينات. طبعا هناك كل الباحث ينزل فيه لدينا بطاقة تعريفية. عن طريقها يتعرف أنه هو فعلا من الناس المصرحين فيه. من قبل الوزارة الصحة. طبعا في الموقع الإلكتروني اللي هي المعلومات والحكومة الإلكترونية اللي هو البحرين دوت بي اتش. هناك لينك خاص حق البحث. في موجود جميع الصور ومعلومات عن الباحثين اللي بنزلون المدان. حق 32 باحثين. 32 باحثين. 32 باحثين. ولا أنسى هناك بالذكر تعاون وزارة الداخلية. لأن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية. طبعا أي رب الأسرة يتطمن يقدر يتصل بأي مركز حتى برغم 9-9 هناك. 9-9-9. بحيث أن يعرف أن هذا الشخص اللي بزوره هو من ضمن الباحثين اللي يتطمن من الشخص اللي بزوره. دكتورة وفاء يعني الكلام اللي قاعدين نسماحين من أستاذ عبد الرحيم. معنات أن هذا فعلا مشروع ضخم. وتم الإعداد له بشكل يعني خلي نقول مسبق وباستعدادات كبيرة. لكن احنا خلينا نرجع معاتش شوية قبل تنفيذ المشروع. وقبل ما نبتدي أصلا أو قبل ما نتكلم أكثر في هذا المشروع. الفكرة من هذا المشروع. وشلون تم الاستعداد لها يعني شون تم تهيئة 32 باحثين والفرق اللي راح تشارك في هذا المشروع. طبعا هو أول شي كان اختيار الباحثين. الفكرة هو المسح نفس ما تفضل أستاذ عبد الرحيم. هي فكريات من منظمة الصحة العالمية. مثل شي سمونا المسح الصحي العالمي. يطبق في بعض الدول أو المفروض أن يطبق في كل الدول. وإن شاء الله مملكة البحرين تكون من الدول المطبقة لهذا المسح. نحن سميناه في البحرين لأنه سوف يتم على إطار وطني. سميناه المسح الصحي الوطني. فهذه الفكرة من هنا. بالإضافة إلى حاجة مملكة البحرين إلى إجراءه. وأيضا أن منظمة الصحة العالمية توصي بإجراءه. بالنسبة لتأهيل الباحثين. أهم الباحثين تم اختيارهم كممارضات. لأن الممارضات على معرفة بالأمور الطبية. بالأمراض. حتى الأسئلة ممكن يكونون هما أقدر الناس على سؤال هذه الأسئلة. من أشخاص مو في المجال الطبي. ممارسين للمهنة كذلك. ممارسين للمهنة. حتى لأن القضية أخذ الفحوصات يكون أيضا عندهم خبرة. لو يكون هناك أيضا سحب دم. فأيضا عندهم خبرة في سحب الدم. فكان هذه اختيار الممرضات. تم اختيارهم وفقا لمعايير معينة. يكونون ذوي كفاءة. عندهم قدرة على التعامل. فنظرنا في بعض الأمور قبل اختيار هذه الممرضات. وضعهم لدورات تدريبية ورش عمل مثلا. بالضب. الخطوة الثانية استعنى بخبرة الأخوان في سلطنة عمان. وأحب أشكرهم طبعا كانوا جدا متعاونين. بترتيب من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. قاموا بإجراء هذه الورشة. التي تقبلوا فيها خبراء من سلطنة عمان. دربوا ممرضاتنا. دربونا أيضا. ورأونا ما هي العقبات التي ممكنت تواجهنا. فكانت دورة كلش مهمة. وأهلتنا إلى القيام بهذا المشروع الوطني. أيضا بيكون إن شاء الله في دورات تدريبية. أتوقع يوم السبت إن شاء الله. دورة تدريبية للممرضات التي لدينا. على البرنامج الذي قاموا الأخوة في الحكومة الإلكترونية بتنفيذها. ما شاء الله أنتم على قدم الوساق. على قدم الوساق. في مرحلة الاستعدادات. أنا لا أريد إذا عندكم معلومة بخصوص انطلاق هذه المشروع. أنا أوجه لك سؤال قوي عبد الرحيم. إذا كانت عندك معلومة في موعد انطلاق هذه المشروع. والمراحل التي سيمر فيها. إلى نهاية هذه المشروع. هل سيكون على سنة؟ هل سيكون على شهور؟ بالإضافة لو تحدثنا أكثر عن الجهات الأخرى التي نسقل معها. طبعاً بابتدي من السؤال الأخير. الجهات الأخرى. طبعاً الجهة الأساسية التي معانا كشريك أساسي في المسح. طبعاً وزارة الصحة. وزارة الصحة. بالإضافة إلى وزارة الداخلية. هما شركاء أساسيين في هذا المسح. طبعاً المسح بإذن الله في الأيام القادمة جريب جداً يعني. تقريباً على الأيام الأخيرة من ذي شهر. بيبتدي النزول الميداني. بيدي ننزول الميداني بحق أن نأخذ نبتدي في جمع البيانات. طبعاً سبقة هذه الأشياء أمور كثيرة منها. اللي هي لازم نحدد الاحتياجات بالضبط. تحديد الاحتياجات. طبعاً بعد تحديد الاحتياجات بدأ تصميم العينة. وتصميم كل ما نحتاجه نزيل للنزول الميداني. وبعدها بدأنا نبني. نبني. الاحتياجات هذه قبل النزول الميداني. بحث أن نتأكد أن النزول الميداني غطى جميع الاحتياجات وجميع الترتيبات. هيا أن المواطنين أستاذ عبد الرحيم. هيا أنوهم إعلامياً. وعينوهم. خبرناهم هذه الأمور. هم على دراية مثل هذه المشروع. ممتاز. طبعاً من ضمن الخطط هناك في عندنا لجنة للتنسيق الألامي. وتسويق المسح. طبعاً هم مشكورين يعدوا خطة متكاملة قبل المسح وخلال المسح وبعد المسح. طبعاً هناك يحتوي على أطراف من هيئة المعلامات والحكومة الإلكترونية. وطبعاً وزارة المسابعة ووزارة الصحة. طبعاً بدأوا. بدأوا الخطة. بدأوا الخطة. وبدأوا المسج يطرحونه. وانتطرح كثير من. وشوصاً التفاصيلة ذكرتها سعبد الرحيم بما يتعلق بالفحوصات وكذلك الدكتورة. تكلمت عن أننا راح تجرى فحوصات للأسر. فبالتالي لازم يكون هو مستعد. يعني هو مجرد مسح فقط أسئلة واستمرات ويمليها. ستكون في فحوصات فهي لازم يتهيئ لها أكثر يعني. بالضبط. من الشيء هنا أنا بوصل المسج. إن لو أحد يريد أن يأخذ المسج. هناك قناتين أساسيتين لأخذ المسج. القنات الأساسية في هيئة المعلامات والحكومة الإلكترونية. هو وزارة الصحة. من الشيء هنا حاولنا في الفترة الأخيرة. كان مفترة الأسبوع اللي راح. كان عندنا تجمع مع الناشطين في السوشال ميديا. بحيث أنهم يكونوا معنا شريك في طرح وصول المسج للمواطنين. وكانوا مشكورين أن يحضروا معنا. هي أهم أداة موقع التواصل. هي أهم أداة في الوقت الحالي. بالضبط. بالضبط. أنا بأخذ من كلامك ساد عبد الرحيم. كلمة ذكرتها الحين. وبحولها حق دكتورة وفاء. ساد عبد الرحيم قال لنا تهيئة المواطنين. المواطنين. ما دورهم في إنجاح هذا المشروع؟ أكيد هم يكونوا شريك. يضاف إلى الشركاء التي تحدث عنهم ساد عبد الرحيم. طبعا لهم دور كبير في إنجاح المسح. وهذا المسح لا يمكن ينجح بدون تعاون. أنا لا أقول بس المواطنين أي أحد مقيم على هذه الديرة. لأنها تشمل العينة بحرينيين وغير بحرينيين. وبيوت الجماعة. طبعا السكن الجماعي اللي هو السكن العمال. تعاونهم هو الأساس. أتمنى من كل إنسان ساكن في هذه المملكة العزيزة والغالية على قلوبنا. أنه يعتبر مشاركته في هذا المسح عمل وطني. طبعا لأسباب كثيرة من أهمها أن رفضها للمشاركة. ممكن يؤثر على قيمة المعلومات اللي ممكن نتوصل لها. فالهدف الرئيسي إن كل أسرة نتوجه لها بالطلب أن ما تردنا خايبين. فأنا أتمنى من كل أسرة يتصلون فيها مركز الاتصال. ويقولون لها نبينزوركم. ونحن البحرينيين وغير البحرينيين اللي عايشين في هذه المملكة. كلنا أهل كرام. نبينزوركم يقبلون مشاركة. إن شاء الله ما رح يردونكم بالتأكيد. ويتعاونهم في وجودهم ومتوجودهم في الوقت اللي اتفقنا عليه وحددناه. عشان ما يضيع وقت الممرضات والباحثين هذا نعم. بالتأكيد. السلام الرحيم. عندك إضافة على اللي قالت. بالضافة. مثل ما قالت الدكتورة، المواطن البحريني من خلال مشروع يكون هو شريك أساسي في صناعة مستقبل. مستقبل الرعاية الصحية حق أسرته وأجيال القادمة. نعم. يعني المجدين يحبين البحريني والأسر البحريني أنه تكون شريك أساسي في صناعة القرار. نعم. ويريت المسج يوصل، مثل ما قالت الأخي ووصله. يريت البحريني يشاركي في هذا المسج. المسج طبعاً بسام. نحن لا نكتفي أن يكون على لسانكم. أيضاً إحنا رح نوجه هذه المساج من خلال برنامج الرائع أو هذه الرسالة التي طرحتوها لجميع من يتابعنا لكل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة نقول لهم طبعاً إحنا محتاجين تعاونكم محتاجين أن تكونوا يد وحدة مع الجماعة لأن في النهاية هذه المشروعية رح يصد في مصلحتكم ورح يصنع طبعاً جيل صحي خالي من الأمراض إن شاء الله وتكون مملكة البحرين دائماً في الصدارة في محاربة الأمراض وطبعاً نقول أن نحن نكون مجتمع في وعي في ثقافة صحية وهذه المساعي أكيد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وتحصل الدعم والتسجيع أولاً وأخيراً من من يقيم عليها وبعدين طبعاً من خلاله أعتقد رقاياً مو بس حتى على المستوى الصحي أتوقع هذا المسح رح يفيد جهات أخرى يعني يمكن تلجأ له بعض الجهات في مثلاً تطوير بعض الخدمات لأنه تكون عندكم معلومات وعينات علمية ودقيقة فمو حتى بس يعني إذا تفضل سيد عبد الرحيم يعني أي الجهات ممكن تستفيد منها في المستقبل طبعاً المسح تحتوي على كثير من المعلومات من ضمنه مستوى معيشة الفرد نعم أنزين طبعاً مستوى معيشة الفرد كثير من الجهات تحب تسعيل لأنه كثير من النتائج وكثير من الدراسات تطلع على مستوى الفرد من ضمنها مثلاً الانفاق الانفاق سواء الانفاق الصحي الانفاق الصحي أو الانفاق البدني انا البدني والأشياء الثانية من شديد كثير من الجهات كاقتصاديين يستفيدون منها نعم قبعاً الصحة موجودين مؤسسة العامة لشباب الرياضة تستفيد منها نعم التربية تستفيد منها لأنه كثير من الأجيال يحاولوني يقوم بها معلومات تنبني عليها طبعاً وتأخذ من قبل جهات أخرى يعطيكم العافية وشكراً طبعاً لوجودكم معنا وشكراً لأنه عطيتونا هذه المعلومات الحلوة والبسيطة يمكن لكنها برغم بساطتها إلا أنها جداً مفيدة لمن يتابعنا ولمن فعلاً الآن نحن نوجه لهم هذه الكلام لأنه مثل ما قلنا هذه المشروع أولاً وأخيراً لهم دكتورة وفاء يعطيش ألف عافية دكتورة وفاء الشربة يستشارية الصحة العامة لوزارة الصحة يعطيش العافية أستاذ عبد الرحيم العباسي رئيس المسح الميداني المسح الصحي الوطني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ساعداء مرة ثانية بتواجدكم وعن يعطيكم العافية شكراً شكراً أهضوكم نكون معكم بنتابعكم بعد إن شاء الله ممكن نسوي تقارير بعد على المسح طبعاً مشاهدينا يمكن أفضل كلام نقدر نختم فيه إن التعاون مطلوب التكاتف مطلوب لأن نحن كلنا نحب هذه الديرة ونبي مثل ما قلنا لكم وبالرد نكرر ونقول أن نحن نبي نطلع دائماً في الصدارة صدارة في كل شيء في المجال الصحي في المجال التعليمي وهذه كله إن شاء الله ما رح يصير إلا من خلال وقفتكم وتعاونكم مع جهود المبذولة من قبل الجهات اللي طبعاً تبي في الأول في الأخير المصلحة العامة لكم يعطيكم العافية وإن شاء الله ننتقيكم بوتجر في مواضيع يديدة تهمكم وتلامسكم مثل هذا الموضوع اللي طرحنا اليوم سبحانه على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر